بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط اليوم زي ما احنا متعودين حنحل تقويم الدرس الخامس اللي هو الجوانب الاقتصادية في الحضارة الإسلامية طبعا كلنا مع بعض بنجيب الكتاب ونفتح الكتاب على صاد أربعين وبنبدأ نشوف بعض الأسئلة المتنوعة اللي بتمر علينا وبتكون عبارة عن قياس لمدى فهمنا وما درسنا في هذا الدرس بيجي هنا الدرس بيجينا السؤال الأول بيقول لك يعلل الطلبة ما ياتي وطبعا خلاص احنا أخذنا على السؤال اللي هو يعلل اللي هو بما تفسر وخلاص بسيط بالنسبة لنا وما نخافش منه وما فيش أي حاجة صعبة إن شاء الله بيقول لك ألف تنوع الزراعة في البلاد الإسلامي لو احنا فكرنا ايه الأسباب اللي قدت لتنوع الزراعة في البلاد الإسلامية هنلاقي إن الإجابة سهلة وبسيطة جدا هتكتب وتقول وذلك بسبب اتساع الرقعة أو اتساع مساحة الدولة الإسلامية وكذلك تنوع الأقاليم المناخية جميل ننتقل للجزئية باء برضو عايزك تعلل سبب اصدهار التجارة في العصر الإسلام طبعا يا أولاد إن التجارة اصدهرت اصدهار كبير جدا في الحضارة الإسلامية أو في العصر الإسلامي وده بيرجع لعدة أسباب والأسباب دي تتلخص فيما يلي أول حاجة هتكتب بسبب اتساع المساحة مساحة الدولة الإسلامية مساحة البلاد كبيرة جدا فقال ده تنشيط حركة التجارة كلام جميل طيب إيه كمان بسبب تنوع المحاصيل كل ما المحاصيل عندي متنوعة كل ما نقدر أتاجر أبيع وأشتري وكلام ده وتبقى فيه حركة رواج للسوق طيب تعدد الصناعات عندي صناعات متنوعة زي صناعات كيميائية وصناعات معدنية وصناعات زجاجية وخزافية كل دي صناعات وصناعات المنسوجات الحريرية والكتانية كل دي صناعات أدت اتعددها أدت إلى إيه؟ إلى إصدهار التجارة بالإضافة يا أولاد لحاجة أساسية جميلة جدا الموقع المتوسط للدولة الإسلامية بين دول العالم كان موقع الدولة الإسلامية موقع متوسط خلى طرق التجارة تمر كلابية خلاص طبعاً إحنا عارفين التجارة دي من قديم من قبل الإسلام كمان لما إحنا حتى درسنا في القرآن رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إن كان العرب أو قريش قديماً كانوا بيقوموا برحلتين رحلة لبلاد الشام ورحلة إلى اليمن واحدة في الصيف واحدة في الشتاء وشوفوا التجارة كانت أيامهم حاجة مهمة جدا دلوقتي في العصر الإسلامي أو في الحضارة الإسلامية اصدهرت أكتر شوف بقى لما أصبحوا دولة وأصبح لها كيان ومساحة كبيرة وأصبح في تنمية في مختلف المجالات أدى كل ده إلى اصدهار التجارة في العصر الإسلام طيب يبقى كده احنا خلصنا الجزئية ألف والجزئية بقى ننتقل بعد كده إلى السؤال الثاني السؤال الثاني بيقولك إيه ما أهم مظاهر عناية المسلمين بالزراع طبعاً هنعرفين أن الزراع هو المصدر الأساسي للغزاء أو المصدر الأول للغزاء بالنسبة للمسلمين فعشان كده اهتموا بالزراع طب اهتموا بيها إزاي إيه مظاهر اهتمامهم بالزراعة آه أيوة حفر القنوات حفر العبار إقامة السدود إنشاء خزانات علشان أخزن فيها المية بتاعت الأمطار طيب العناية بالأرض وتسمدها اهتم بالأرض واختار السماد المناسب للنبات توفير وسائل اللي هي الري علشان النبات بيحتاج للماء وينمو ويزدهل طيب نيجي بعد كده ليه السؤال الثالث بيقولك ياملأ الطلب الفراغات في المخطط الإضاحي الآتي عندي حطت لنا أربع مربعات فضيين مش كتب لنا غير العنوان طب ايه العنوان أخاف من كده لا بالعجس ده سهل يقولك ايه من أبرز الصناعات في العصر الإسلامي آه سؤال سهل وجميل جدا جدا ولسه احنا قيلنوا من شوية في تعدد الصناعات طيب ايه آه صح الصناعات آه الصناعات الكيميائية ممتاز فيه كمان ايه آه صناعات المنسوجات طيب الصناعات الزجاجية آه الصناعات المعدنية كل دي صناعات ازدهرت وظهرت في العصر الإسلامي طبعا كل صناعة تنترك تحتها صناعات اخرى كتير يعني الصناعات المعدنية هتقول صناعة الاسلحة أو صناعات الاواني طيب لو تيجي صناعات الكيميائية او الكيميائية او الكيميائية هتلاقي هتحط تحتها العطور هتحط تحتها الصبون هتحط تحتها الدواء تيجي صناعة المنسوجات هتحط تحتها الملابس سواء حريرية او كتانية او صوفية اللي هتحط الصناعات الزجاجية والزغارب برضو هتحط الأواني الفخرية يعني إذن كل صناعة تنبلك تحتها صناعات كتيرة جدا 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 طيب نيجي للسؤال الرابع والأخير وده سؤال محتاج مننا تفكير جدا وتركيز وأهم شيء ما تصرعش في الإجابة يا أولاد لأن التصرع في الإجابة بيخليك تخطئ فواحدة واحدة ما حدش بيجري وراك بالراحة على مهلك خالص بيقولك يذكر الطلبة ثلاثة من عوامل انتشار الإسلام أي عوامل انتشار الإسلام الإسلام انتشر إزاي عن طريق إيه آه ثلاث حاجات أساسية أولاد الإسلام انتشر عن طريقه أول شيء عن طريق الدعوة أنا بدعوكي للإسلام بعرفك بدين الإسلام طيب جميل تاني شيء عن طريق التجارة الإسلام انتشر عن طريق التجارة يا أستاذ كيف؟ ألا التجار دول مش بيروحوا بلاد غير مسلمة يتاجروا فيها؟ أي طيب بيشوفوا ناس ويقابلوا ناس الناس لما بيشوفوا السماحة بتاعتهم وحسن الأخلاق وحسن التعامل والبشاشة يبدأوا يسألوا ألا ألا وعدم الغش في البيع والشراء يقولوا والله يا أخي أنت إنسان كويس أنت إيه اللي خلاك تبقى كده؟ أنت جاي بالكرم والأخلاق دي مين؟ يقولوا من ديني ألا دينك إيه؟ دين الإسلام فيبدأ ينتشر الإيه؟ الإسلام عن طريق التجارة؟ طيب كلام جميل وعن طريق برضو يا أولاد الفتوحات الإسلامية طبعا كل ما كانوا المسلمين يدخلوا بلد من البلدان كانوا ينشروا فيها الإيه؟ الإسلام فبذلك انتشر الإسلام في معظم أنحاء العالم وبكده نكون حلينا تقويم الدرس الخامس اللي هو الجوانب الاقتصادية في الحضارة الإسلامية وتمنى لكم التوفيق والنجاح بأمر الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته